نصلى على النبي ونبدأ باسم الله في المنا بيبدأ بواحد بيجري في مكان في الغابة وكان خايف جدا وبنشوف واحد بيجري وراء وكان ماسك فاس وفجأة المشهد بيخلص على كده والناحية التانية بقى على الطريق بنشوف عصافر الكناريا دول وهم عملين يحبوا في بعض واسمهم راين ومايا وكانوا يا عزيزي رايحين يحتفلوا بالذكرى الخامسة لهم مع بعض بس يعني كالعادة من غير جواس وكانوا عملين يحبوا في بعض طول الطريق لحد ما كانوا هيعملوا حادثة بس الحمد لله بتيجي سليمة وبيتوتر راين جدا من اللي حصل ولما بيتوتر بيتعب وبيحتاج البخاخة بتاعته وبتطلحها ميا بسرعة من الشنطة وبتدهاله وبعد ما بيهدى بيكمل طريقه لكن فجأة الشبكة بتفصل في تليفون ميا وبيفضلوا ماشيين وهم مش عارفين رايحين على فين لحد ما بيشوفوا يفطى مكتوب عليها مدينة فينوس ودي عزيزي كان عدد سكان هوليل جدا وبيدخلوا المدينة وبيقفوا قدام مطعم عشان يعني بطنهم كانت بتصوصم الجوع وبيدخلوا المطعم وهم مبسوطين لكن بيستغربوا من شكل النازل في المطعم وتحس كده يا عزيزي ان كل واحد فيهم عليه طوار محدش كان طايق تاني حتى اللي شغالين في المطعم وراين بيطلب فتيرة الديك الرومي نفسه فبيتقول له ما يكفيك عك في الاكل بقى وكل اكل صحي قال لها سيبيني على راحتي انا النهاردة بحتفل بعيد جوازنا فبيسمعوا اتنين كانوا قاعدين وبيقولولهم ان برضو بعيد جوازهم النهاردة زيهم وانهم كده كملوا سنتين ولما سألوهم وانتو بقالكم قديم اتجوزين ردت مايا وقالت خمس سنين بس احنا مرتبطين مش متجوزين الشيف اللي كانت وقفة اتدايقت وقالت له يااخي ده انت ما عندكش ريحة الدم حتى خمس سنين مع برطمان القشطة دي وما فكرتش تحط ختم في صباحها حتى وبتسأله انت مستني ايه بايه فبيقولها وهو محرج الصراحة كده يعني مستني فترة الديك الرومي ده اللي هو يعني خارج عنكم وبعد شوية بيخلصوا الاكل وبيقوموا يحاسبوا وبيشوفوا الصورة متعلقة على الحيطة للرجل اللي كان بيجري اول الفيلم وكان مكتوب فيها انه مفقود وانه فيه مكافأة للي يعرف عنه حاجة فبيقولهم البنت اللي في المطعم انه كان جاي هنا زيارة برضو زيكم كده بالزبط فبيضحكوا بالله اقوع يكون اكل فترة الديك الرومي الشيف ردت عليه وقالت له حاصل اكل نفس الفترة زيك كده بالزبط فبياخوا ببعده هو وماية وبيمشوا ولما جم يدوروا العربية لقوها عطلانة وفجأة بيظهر لهم الراجل ده وبيقولهم انه مكانيكي وممكن يساعده وبيشولهم على الورشة بتاعته وفعلا بيكشف لهم على العربية وبيعرفهم ان فيه كتعة غير في العربية قصرت وانها لازم تتغير وبيقولهم ان الكتعة دي مش موجودة حاليا عنده بس ممكن يبعت رودي اللي معاه ده يجيبها لهم الصبح وده لان المحل اللي هيجيب منه القطعة اجازة النهاردة ماية قالت لهم طيب مفيش اي فندق هنا مباد فيه ردت المنت بتاعت المطعم وقالت لهم ان فيه بيت قريب ممكن يأجروا لكن رايم بيحس ان الموضوع فيه قلق وبيرفط فبتاخدوا ماية على جنب وبتقولوا لم الليلة احنا عايزين مكان ننم فيه ونحتفل قال لا انت مش حاسة ان الموضوع مريب حبتين العربية تتعطل فاجأة ويظهر ميكانيكي فاجأة وبرضو فاجأة يظهر مكان الاجار مش ممكن فاجأة برضو نبقى لشانا وانتي قالت له احنا كنا هنعمل حادثة عالطريق يعني اكيد في حاجة بزت في العربية ما تقفلش الدنيا كده وخلينا ننبسط بقى وبتقول لرودش في لهم صاحب البيت وفاجأة برضو بيلقوا ولدين صغيرين وقفينهم تنحين المهم بيروحوا راين وماية على البيت اللي قالولهم عليه وبيشكروا البنت اللي وصلتهم من اللي بتشتغل في المطعم وبيدخلوا البيت وبيتبسطوا بيه بس بيلقوا ان التلاجة بايزة وبتلاحظ ماية ورقة على التلاجة وكان مكتوب فيها رقم صاحب البيت عشان يعني لو فيه اي مشكلة حصلت معاهم وبتطلع ماية برا البيت وبتكلموا وبتعرفوا ان التلاجة بايزة وبتطلبوا منه ويجي صلحها وبيعرفها صاحب البيت انه هيجلهم في قرب وقت وبعد شوية بيعودوا هم اللي اتنين يحبوا بعضوا قدام البيت وكلمة منه على كلمة منها الشيطان بيحضر فبيدخلوا جوه بقى عشان يشوف الشيطان عايزي منهم والمعلم كان خلاص هيروح في الدنيا بيلاقي حد رخم بيخبط عليه رخم رخم يعني فبيتخضوا وبيروح يشوفوا مين وبيلاقي حد واقف في الضلمة وما كانش باين شاكله بس صوته كان رفيع وشبه البنات وبتقولهم هي طمرة هنا استغربوا وقالوا لها طمرة مين يا حبيبتي والناس نايمين وروح يلعب بعيد انت جتي في عنوان غلط وكمان في وقت غلط خالص فبتمشي وبتفضل وقفة وراين من البيت وهم كانوا مستغربين من طريقتها وبيقول راين لمايا هي جاية منين اصلا احنا في مكان مهجور وبينور النور وبيبص عليها بس بيلاقيها اختفت تماما فبيدخل البيت عشان يكمل كلامه مع مايا وكان باين عليهم يا عزيزي انهم بيحبوا بعض جدا قوي وبترميلوا كده من تحت لتحت انها حبت فكرة الجواز فبيقول لها بس انتو كنت يرفض الفكرة دي خالص قالت له الكلام ده كان من خمس سنين يا سيدي الناس بتتغير بقى فبيفرح بكلامها لدرجة انه بيتخنق من العياض ولما بيسألها على البخاخة قالت له انها نسيت تجيبها من العربية فبيقول لها انها هياخد الموتسيكل اللي برا ده وهيروح يجيبها فبيتقول له انه يجيب لها اكل بالمرة عشان جاعي المهم بيمشي وبيسيبها لوحدها في البيت وكانت قاعدة بتكلم صاحبتها فيديو وفجأة بتسمع صوت كركبة برا البيت وبتقفل معها بسرعة وبتفتكر راين بس ما بتلاقهوش برا ولا بتلاقي الموتسيكل وبتلاقي الباب بيخبط عليها وبتروح عشان تفتح وهي فاكرة انه راين لكن فجأة بتسمع صوت نفس البنت وبتقول لها هي طمرة هنا اترعبت مايا وركبها كانت بتخبط في بعض وقالت لها وهي مرعوبة ما احنا قلنا لك يا حبيبتي طمرة مش هنا ولما جات تبص من العين بتحط ايديها وبتسدها بس مش دي المصيبة يا عزيزي المصيبة بقى في اللي عدى من وراها من غير ما تقب بلها وشكل فعلا طمرة كانت جوة وهي ما تعرفش وبترجع بعد ما البنت اخيرا بتمشي بس ما بتلاقيش تليفونها وبتقوم تدور عليه وبتلاقيه في مكان تاني لكن بتسمع حد بيغني برا البيت ولما قامت تشوف الحكاية ما بتلاقيش حد برا وبتخاف اكتر واكتر من بيت الروعب اللي هي قاعدة فيه ده وبتتسل براين بسرعة بس بتلاقي تليفونه مقفول فبتسيب له رسالة وبتقول له ابو سكرشا كينجز ورجع بسرعة البنت اللي بتدور على طمرة رجعت تاني ده غير ان فيه اصوات غريبة حوالين البيت فبتكرر انها تشرب سجارة ملفوفة يمكن تعمل دماغ وتدور مع البنت على طمرة في الوقت ده كراين وصل للعربية وبيفتحها وبياخد منها البخاخة لكن فجأة بيظهر له الميكانيكي وبيقول له انا كنت لسه هنشك حلم في راسك افتكرتك حرامي وكنت هروع عليك راين قال له احنا اسفين يا صلاح انا خلاص اخدت اللي كنت جاي عشانه ومش هوريك وش غير الصبح وبيسيبه وبيروح المطعم وبيجيب الاكل الماية وماية بتدخل الحمام تستحمى وما بتاخدش بالها من اللي كان وايف بتفرج عليها ولما خرجت من الحمام النور قطع عليها وبتترعب اكتر مهمة رعوبة وبتنور بكشف تليفونها عشان تشوف الدنيا وكانت خايفة وحاسة ان في حد معها في البيت وبتفضل تدور بسرعة على مفاتيح الكهرباء وبتشوف ماسكات غريبة في الدولاب بس ما بتحطش في بلها وبتكمل تدوير لحد ما فعلا بتلاقيه وقبل ما بتشغله التليفون بيقع منها ولما نسلت تجيبه شافت حد لابس ماسكه قدامها وفضلت تسرخ وجريت من المكان وبتطلع بسرعة على القوضة وبتقفل عليها وبعد شوية بتسمع صوت خبط جامل تحت وفجأة الباب بيتفتح عليها وبيطلع راين وبتترمه في حضنه وبتقوله ان في حد في البيت فبيطمنها انه معاها واني مفيش حد تحت ولا حاجة وبتقوم معاها عشان توريله مكان المفاتيح بتاعت الكهرباء وأول ما النور بيشتغل بتوصف للي شافته وكمان بتقوله على المكان اللي كان واقف فيه فبيقولها انها اكيد شافت الصورة دي كأنها حد قدامها وده بسبب السجرة اللي انت شربتيها يا هانم ريحتك مفحفحة وخربت دنيا وأنا أكدت عليكي ما تشربيش عشان بتفضلي تتخيل حاجات غريبة ومايا بتصدق كلام راين وبتقول انها اكيد بتهيق لها لكن فجأة الباب بيخبط جامل وبيتعصب راين وبيروح يفتح وبيلاقيها نفس البنت فبيقرب منها وبيزعق فيها والبنت بتخافه وبتجري وبعدها بيدخله عشان ياكله سوا وبيتفاجئه لما بيلاقه نقط بتنقط على علبة البطاطس في الأول كانت مايا فاكرا راين وبتقوله ياكل كويس ومايهططلش في الأكل لكن بيلحزوا ان النقط بتنقط من فوقهم وبيتصدموا لما بيشوفوا فرخة ميتة فوقهم وبيقوموا بسرعة يقفلوا الشباك والباب وفجأة بيتلاقي فاسم عدي من جنبه وشها وبتقوله انا قلت لك ان في حد في البيت قلت لدي اكيد السجارة وبيجري بسرعة يستخبه فوق والراجل المقنع بيكسر الباب وبيدخل وبنتفاجه بواحدة تانية جوه البيت وتقريبا دي التمارة اللي كانوا بدور عليها وراين ومايا كانوا مرعوبين وبيلاقوا الراجل بيكسر في باب القوضة اللي هم فيها وبيخاف راين على مايا وبيخبيها وبيلاقي الراجل المقنع ووقفوا بصص عليه وبعد شوية بيسيبهم وبينزل وبيفضلوا في القوضة خايفين يطلعوا لحد ما بيحس راين ان ما فيسه تحت وبيقولها انهم مشيوا وبياخدها وبينزلوا وتسحبوا على تحت وبيشوف تليفونه وبيروح عشان ياخده لكن بيلاقيهم مقصرين له الشاشة خالص فبيسيبوا في مكانه وبيطلع يجري على برة وقبل ما بيركبوا الموتسك بيلقوا بيولعوا الدمهم والراجل كانوا يفلهم من ناحية تانية فبيخافوا وبيجري واستخبوا بسرعة في البيت وبيدخلوا جوه الحمام وبيفل عليهم ولما بيطلحز مايا فتحة التهوية بتفتحها عشان يخرجوا منها في الوقت ده كانوا المعاتيه اللي فوق بيسمعوا موسيقى وراين ومايا بيستغلوا صوتوا الموسيقى وبيتسحابوا واحدة واحدة لكن فجأة بيلقوا الموسيقى تقافلت فبيضطروا يكملوا من غير صوت والمكان كان معفنوا مليان فران بس بيستحملوا وبيحاولوا يكملوا من غير اي صوت لكن للأسف مايا بيدخل في ايديها مصمار وبتكتم العياض غصب عنها بس كانت البنت اللي فوق سمعت صوت جاي من الدفاية ومايا يعيني ما كانتش قادرة من القلم وراين بيهديها عشان ما يتقفشوش وتبقى ليلتهم من هيلة بستين نيلة والتانية ما بتسمعش اي صوت تاني وبتروح ناحية البيانو وبتعزف شوية فبيستغلوا الوقت ده عشان يشلوا المصمار وفعلا بيشلوا غلها وكانت يعيني تعبانة جدا لكن هي كانت كيوت وجميلة وكانت بتسمع كلام حبيبها راين وبيتأسف لها راين عشان كانت صعبانة عليه وبيربط لها اديها وبعدها بيكملوا طريقهم وبيقدر يخرجوا للغابة ولما جم يجروا راين الكعب له وقع وبتقع منه البخاخة وما بيشوفهاش وبيجروا بسرعة على المغزن اللي جنب البيت عشان يدوروا على اي سلاع لكن الدنيا كانت ضلمة خالص وبيفتحوا الولاع عشان تنور لهم وما بيشوفوش اللي كانت وقفة وراهم وبيدخلوا جوه وبيدوروا على اي حاجة يدفعوا بيها عن نفسهم وبيلقوا فاس وبياخدوه لكن راين كانت رجليك جزعت وما كانش قادر يمشي وبيعودوا عشان يريح رجله شوية وبتتأسف له مايا وبتقوله انها السبب هي اللي وافت على البيت المهابب ده لكن راين بيطمنها وبيقولها انه هيقوم يدور على بندقية وده لانه افتكر ان صاحب البيت بيحب يصداد وبعد شوية بيتشوف البنت وقفها قدامها وبتفضل تصرخ وبتنده على راين لكن فجأة بيجي التاني من وراها وبيمسكها وبيجي راين بالبندقية بسرعة وبيضرب ناحيته وبيخافوا هما الاتنين وبيجروا وراين بيجري بسرعة عليها وبيحضنها وبيقولها انه معا بندقية وانه هيحميها بيها وبيخرجوا هما الاتنين للغابة وبيفضلوا يتسحبوا عشان يهربوا من المكان لكن بيسمعوا صوت حد عند الباب وبيقرب راين من ناحية الباب وبيضرب الواقف طلقة وبيفرح انه خلص من واحد فيهم لكن بيتفاجئوا ان اللي مده يبقى صاحب البيت اللي جاي يصلح التلاجة وبيتسدم راين عشان قتل صاحب البيت لكن مايا بتهديه وبتقوله انه كان بيحاول يحميهم ولما بيشوف عربية صاحب البيت بيقوم بسرعة وبياخدوا المفتاح من جيب الراجل وبسرعة بيركبوا العربية ومايا بتلاقي تليفون الراجل وبتاخده ولسه كانت بتاتسل بالشرطة بيتلاقي الازاز بيتدشمل عليهم فبيجري بسرعة راين بالعربية لكن بيلاقي عربية تانية بتدخل فيهم وكان فيها الراجل اللي لابس الكنع وبيدخل بعربيته فيهم لحد ما العربية بتتزني في الشجرة وبيقول راين لمايا تطلع هي بسرعة من العربية وهو ما كانش عارف يتحرك من رجله وفعلا مايا بتجري وبتسيبه وهو بيمسك البندقية عشان يضرب الراجل بيها لكن ما بيلاقهوش في العربية وفجأة بيظهر قدامه وبيكسر الازاز ولما جي يضربه بالبندقية ما جاتش فيه وبيسيبه وبيجري ناحية مايا وبيعافر راين لحد ما بيطلع رجله وبيكسر الازاز وبيخرج من العربية اما مايا بتلاقي مكان زي الحفرة كده وبتنزل فيه وبتغطي نفسها بفروح الشجر لكن البنت اللي كانت بتجري وراها بتشوفها وبتعمل نفسها مش شايفاها وبتسيبها وبتمشي ومايا بتتصل بالشرطة وبتبلغ بالمكان اللي هي فيه بس الشبكة ما كانتش حلوة وكانت عملة تقطع وفجأة بتشوف جنبها جسة متحللة لكن بتكتم العياط وبتقوم بسرعة من المكان وبتفضل تجري في الغابة وكانت عايزة ترجع لراين لكن فجأة بتظهر البنت دي وبتضربها اما المعلم راين كان بيجري في الغابة وهو بينضع على مايا والرجل كان ماشي ناحيته وهو مسك الفاس بس خلاص كان جاب اخره وبيقعد على الارض من كتر التعب ولما ما بيلايش البخاخة بتاعته فضأ زيزة كانت واع على الارض من المياه وطبقها في بعض واستخدمها بدل البخاخة وبعد شوية بيقوم عشان يدور على مايا وبيشوف قدامه البنت المقناع وبيقرب عليها وبيثبتها بالبندقية وبيسألها عن مكان مايا لكن البنتي عزيزي كانت سايحة منها على الاخر وفضلت تضحك دحك كده يعني مستفزة وبتعمل حركات غريبة ومسكت البندقية وقربتها من بقها فبيزع فيها وبيقولها انه هيقتلها فبتفرد ايديها من غير ما تتكلم وفجأة بيجي الراجل وبيضربه وبيفوقوا هم اللي اتنين وبيلاقوا نفسهم مربطين وبتعتزله مايا تانية عشان هي اللي صممت تيجي البيت ده لكن راين بيطمنها وبيقولها انهم هيكونوا بخير وبيبصوا لها وهو بيعيط وبيقولها انه بيحبها وكمان بيعرض عليها الجواز وهي بتعيط وبتوافق اهو احنا كده ما بنتلبش الجواز غلما بنتزيني لكن بتيجوا مقناع وبتلهم الف مبروك وبتضربوا بالسكينة واللي اتنين بيسرخوا وبيفضلوا بصيل لبعض وهم بيعيطوا والمجانين التلاتة بيقفوا يتفرقوا عليهم وبعدها بيقرب الراجل على راين وبيوقعوا واول ما بيقعوا على الارض بيتخنق وبيموت وبتنهار عليه مايا وبتزعى فيهم وبتقولهم احنا عملنا لكم ايه منكم لله فبتقرب عليها مقناع وبتقول لها زنبوكم انكم جيتوا هنا واللي بيدخل البيت ده يبقى اكيد بيعمل حاجات غلط وبيقرب عليها الراجل وبيضربها هي كمان وبيمسكها وبيفضل يتفرج عليها وهي بتعيط وبعدها بيوقعها على الارض لكن فاجأة بيسمعوا صوت عربيات الشرطة وبسرعة بيطلعوا من البيت وبيجروا والشرطة بتوصل وبتاخدهم وبعدها بنشوف مايا وهي في المستشفى ولما بتفوق ما بتشوفش الراجل ابو قناع اللي نايم جنبها وبيخلص الجزء الاول على كده لايك بقى يا عزيزي وما تساش تقول لي رايك فاكم منه واشوفكم الفيلم الجاي